بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام بن القيم الجوزية رحمه الله الدرس الثالث والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال مصنف رحمه الله تعالى فصل وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والآئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه المشهور عند أهل العلم وعند جمهور أهل العلم أن الذنوب ليست على حد سواء بعضها أشد من بعض وهذا معلوم من الكتاب والسنة والشرك والعياذ بالله هو أعظم الثنوب وبعده الكبائر الكبائر والكبيرة هي التي رتب عليها حد في الدنيا حد السرقة وحد الزنا حد الخمر أو رتب عليها وعيد في الآخرة كالرباء وأكل أموال الناس بالباطل والغيبة والنميمة رتب عليها وعيد في الآخرة أو تُوعد عليها باللعنة فالذنب الذي لعن رسول الله أو لعن الله فاعله هلا كبيرة أو تبرأ الرسول ممن فعله فقوله ليس منا من فعل كذا فما قرن به شيء من هذه الأمور فهو من الكبائر وأما ما نهي عنه ولم يقرن بشيء من هذه الأمور جرد النهي فهذا من الصغائر من الصغائر والدليل على ذلك أن الله في القرآن قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش كبائر والكبائر لا تكفر إلا بالتوبة لا تكفر إلا بالتوبة أو أن يعفو الله عنها وأما الصغائر فإنها تكفر بعدة أشياء منها تجنب الكبائر ومن تجنب الكبائر غفر الله له الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم وتكفر أيضا بأداء الفرائض وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات الصلوات الخمس كفروا الله بها الصغائر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر هذا هو الفرق بين الكبائر والصغائر الكبائر أيضا يحكم على صاحبها بالفسق ونقصان الإيمان وأما الصغائر فتنقص الإيمان لكن لا يحكم على صاحبها بالفسق لا يحكم على صاحبها بالفسق تنقص كمال الإيمان بمستحف ولا يحكم على صاحبها بالفسق والكبائر بعضها أشد من باب أشدها الشرك بالله والكفر هذا لا يغفره الله أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من الجشاء والزنا قتل النفس هذه أشد الكبائر كما في قوله تعالى الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فهذه أكبر الكبائر كذلك أكبر الكبائر والسبع الموضيقات السحر والشرك والسحر قتل النفس قدث المحصنات أكل الربا أكل مال اليتيم تولي يوم الزحف هذه من كبائر الذنوب الله تعالى يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان فقسم المعاصي إلى كفر وإلى فسوق وهو الكبائر وإلى عصيان وهو الصهاير وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم ولأئمة على أن من الذنوب كبائر والصغائر نعم وبعض العلماء يقول كل الذنوب كبائر ما فيها شيء صغير كلها كبائر ولكن الراجح الأول نعم قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما هذا دليل على أن هناك كبائر هناك سيئات دونها نعم وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إلا اللمم قسم الذنوب إلى كبائر وإلى لمم والكبائر معروفة واللمم هو الصغائر نعم وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وهذا دليل على أن هناك كبائر وصغائر وأن الكبائر تكفر بأداء الفرائر صلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان أن يتكفر الصغائر نعم وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها وقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية نعم الواجبات إذا أداها الإنسان والفرائض يكفر الله بها لكن بشرط أن يؤديها على الوجه المشروع أما إذا نقصت الفرائض إنها لا تقوى على تكفير الصغائر وهذه مشكلة هذه هي مشكلة هذه الإنسان يأتي بالفرائض لكن لا تقوى على تكفير الصغائر لأنها ضعيفة لأنه لم يؤدها على الوجه المطلوب لها نقص نعم الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر نعم الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر نعم مثل الحج الحج قال صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت ولم يرفف ولم يفسق رجعك يومي ولدته أمه فالحج يكفر الله به الكبائر والصغائر لعظم مكانته وقدره عند الله سبحانه وتعالى نعم فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة فإذا تأملتها الكلام وجمعت بين النصوص زال عنك إشكالات في مسألة الذنوب تقسيماتها نعم وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله فقال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وشهادة الزر هذا الدليل على أن الكبائر ليست سوى منها بعضها أشد من بعض نعم وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله فذلك هذا يدل على أن الكبائر بعضها أشد من بعض أن هذه السبع هي أشدها نعم وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله والموبقات يعني المهلكات نعم قيل وما هن يا رسول الله قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الغباء والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات هذه السبع هي أكبر الكبائر وأكبرها الشرك ثم قتل النفس ثم الزنا نعم وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قيل ثم الشرك هو أعظم الذنوب وهو أعظم ما نهى الله عنه نعم قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك هذه الثاني نعم قال ثم أي وقتل النفس محرم التي بغير حق قتل النفس بغير حق محرم ولكن بعضه أشد من بعض فقتل القريب فيه قتلوا فيه قطيعة رحم نعم قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جائر قتل ولده هذا أقرب الناس إليه هو من أكبر الكبائر والثالث الزنا الزنا محرم ولكن الزنا بامرأة الجار أشف لأنه أتمنك على الجوار وأتمنك على أهله وربما يسافر أو يكون غائبا وأنت جاره ومحارمه أمانة عندك فإذا خان الجار الجوار وانزن بامرأة جاره فهذا أشد أنواع الزنا نعم فأنزل الله تعالى تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حغم الله إلا بالحق ولا يزنونه دلت الآية على أن هذه الثلاثة هي أشد الكبائر أكبر الكبائر نعم واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها على قولين الكبائر نعرف ضابطها وأما أنها تعد فلا تحصر كثيرا لكن إذا عرفت الضوابط حصل المقصود وإلا جاء أنها سبع وجاء أنها سبعين وجاء أنها سبعمائة يعني فدل على أنه ما تحصر بعدد الحافظ الذهب رحمه الله له كتاب اسمه كتاب الكبائر وقد بلغ به أكثر من سبعين كبيرة وكذلك من حجر الهيتمي المكي له كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر أظن أنه وصلها إلى حول أربعمائة نعم ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها فقال عبد الله بن مسعود هي أربع وقال عبد الله بن عمر هي سبع وقال عبد الله بن العمر بن العاص هي تسع وقال غيره إحدى عشرة وقال آخر هي سبعون هذا الدليل على أنه ما لح حصر وأن كل واحد يقول بما بلغه من النصوص نعم وقال أبو طالب المكي جمعتها من أقوال الصحابة ووجدتها أربعة في القلب وهي الشرك بالله والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله وأربعة في اللسان وهي شهادة الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر وثلاث في البطن شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الغبا واثنان في الفرج وهما الزين واللواط واثنان في اليدين وهما القتل والسرقة وواحد في الرجلين وهو الفرار من الزحف وواحد يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين هذه منها هذه من الكبائب نعم والذين لم يحصوها بعدد منهم من قال كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبير وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغير وقال الطائفة ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب هذا هو أصح الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية نعم وقال الطائفة ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة يعني ما نهي عنه ولم يقترن به لعن ولا غضب ولا حد فهو صغيرة نعم وقيل كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة وما لم يترتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة نعم وقيل كل ما اتفقت الشراي على تحريمه فهو من الكبائر وما كان تحريمه في شريعة دون الشريعة فهو صغيرة مثل قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم هذه محرمات في جميع الشراي عشر عشرهم في سورة في سورة الأنعام قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيء إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيل هذه عشر حرم في جميع الشراي نعم وقيل كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبير نعم هذا من ضوافط الكبير وقيل وقيل كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم كذلك في سورة الإسراء أضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكره هذه كبائر إذا نعم والذين لم يقسموها إلى كبائر والصغائر قالوا الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر هذه فائدة أخرى وهو أن الإصرار على الصغيرة الإصرار عليها والمداومة عليها يحولها إلى كبيرة ولهذا قالوا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار إذا كرر الصغيرة وداوم عليها وتساهل بها صارت كبيرة نعم فالنظر إلى من عصى أمره وانتهك المحارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر إذا استساهل بالمعصية وتساهل بالله عز وجل الذي نهى عنها صارت كبيرة وهم من ناحية ذاتها وإنما من ناحية ما اقترن بها من عدم الحياة من الله والاستخفاف بأوامر الله إذا قال هذه ماهي بشيء هذه سهلة هذه كذا صارت كبيرة هو العياذ بالله نعم فالنظر إلى من عصى أمره وانتهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهي مستوية في هذه المفسدة نعم قالوا ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب هذا وجهة اللي يقولون أنه ما فيه تقسيم كله كبائر كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة نعم من ناحية الاستخفاف بأوامر الله عدم المبالات عدم الحياة من الله عز وجل المجاهرة بالمعصية هذا كلها أمور تشدد المعصية وتجعلها كبيرة لكان لا يستحي ويتجاهر بالمعصية ويستخف بها صارت كبيرة نعم قالوا ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق رب تبارك وتعالى ولهذا لو شيب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب نعم قالوا ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه وانتهاك حرمته وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب من هذه الناحية لا فرق بين من ناحية الاستخفاف لحق الله والتهاول والمعاصي وعدم المبالات لا فرق سأل كلها كبائد نعم قالوا فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية قالوا فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية ومعصية فإن ملكا مطاعا عظيما لو أمر أحد مملوكيه أن يذهب في مهم له إلى بلد بعيد وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار فعصياه وخالفا أمره لكان في مقته والسقوط من عينه سوا قالوا ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة ومن ترك الجمعة وهو جار المسجد أقبع عند الله من معصية من ترك من المكان البعيد والواجب على هذا أكثر منها من الواجب على هذا ولو كان مع رجل مئة درهم ومنع زكاتها ومع آخر مئتا ألف ألف فمنع زكاتها لا استويا في منع ما وجب على كل واحد منهما ولا يبعد استواؤهما في العقوبة إذا كان كل منهما مصرا على منع زكاة ماله قليلا كان المال أو كثيرا فصل وكشف الغطاء عن هذه المسألة أي قال إن الله عز وجل أرسل رسوله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله لله والطاعة كلها له والدعوة له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به وأن يقوم الناس بالقصد وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض كما قال تعالى فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقصد وهو العدل ومن أعظم القصد التوحيد وهو رأس العدل وقوامه وإن الشرك لظلم عظيم فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل وما كان أشد منافاتا لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر وتفارتها في درجاتها بحسب منافاتها له وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات فتأمل هذا الأصل حق التأمل وأعتبر تفاصيله تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي نعم لا يأخذ منه أن الإنسان لا يتساهل بالذنوب يقول ما دامت إنه صغير الأمر سهل لا يتساهل بالمعصر إذا تساهل بها صارت كبير نظرا لأنه استخفى بأوامر الله عز وجل نعم فلا يأخذ من هذا التقسيم أن المعاصي بعضها أهوى من بعض ويتساهل في بعضها إذا تساهل صارت كبائر كله نعم فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان من أكبر الكبائر على الإطلاق وحغم الله الجنة على كل مشرك وأباه حدمه وماله وأهله لأهل التوحيد وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما ترك القيام بعقوديته وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقيل له فيها عثرة فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله حيث جعل له من خلقه ندى وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية الظلم منه وإن كان المشرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه نعم الشرك هو أعظم أعظم الذنوب من نواحي أولا أن الله لا يغفر بينما الله يغفر غيره لمن يشاء وثانيا أن الله حرم على صاحبه الجنة بينما أصحاب الكبائر لا تحرم عليهم الجنة ولو عذبوا فإنهم يدخلون الجنة إذا كان معهم التوحيد ومن ناحية أن الله أحل دمه وماله الكافر والمشرك حلال الدم والمال كل هذا يدل على أن هذا الشرك والكفر أنها أشد وأكبر الكبائر والآن في من يقول كثرة هذا أن الناس أحرار في دينهم أحرار في دينهم ما نحجر عليهم اليهودي والنصراني والوثني والناس أحرار في دينهم يقولون حرية الدين حرية العقيدة هذا إلحاد والعياذ بالله ما فيه حرية الله خلق الخلق لعبادته فإذا تركوا عبادته وأشركوا معه أباح الله دماءهم وأموالهم وقتلهم وسبيهم وتوعدهم بالقلود في النار لو كان هناك حرية ما رتب هذه العقوبات على الكفار والمشركين والعصات هذا العياذ بالله هالكلام هذا إلحاد كفر نعم فصل وقعت مسألة وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب غروبية وإنما قصد تعظيمه لكنه تعظيم خطأ وقصد التعظيم وأن الله عظيم وأنه ما يقدم عليه إلا بوسائط وشفع بزعم المشركين لكن هذا تعظيم خاطئ هذا استهانة بالله عز وجل وبعبادته وبحقه سبحانه وتعالى ونهض الكلام على نية الإنسان وكلام على صحة العمل وصحة الاعتقاد ولو صلحت نية إذا كان على خطأ فصلاح نية ما يبرر فعله أو اعتقاده نعم وإنما قصد تعظيمه وقال إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدلني وتدخلني عليه فهو المقصود لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة ليقربونا هؤلاء شفعاؤنا عند الله مصايت شفع لأن الله لا يوصل إليه بزعمهم إلا بالوسائط والشفع قاسوه على ملوك الدنيا نعم فهو المقصود وهذه وسائل والشفعاء فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم وترتب على هذا سؤال آخر وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع أم ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة بل جاءت الشرع بتقريب ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح وما السر في كونه لا يغفره من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهون فإن به يحصل الفرق بين المشركين والموحدين والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار نعم لأن الكتاب كله موضوعه الجواب الكافر من سأل عن الدواء الشافر وهذا من الأسئلة التي يجاب عنها ونقف عند هذا ونبدأ من الفصل لأن هذا فصل مهم جدا نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد